قام جيت بردوم عيد لقيت وحيعطني إن أنا أشتغل في الناد الأهلي وأنا خلاص لأ الكابتن عبدو بقى جي قال لي شوف أنت مش هترعب كرة تاني ليه يا كابتن في إيه؟ شاف بقى رجليك وشاف الناس قال لي صعب رجلك ترجع وصعب إن الكرة هترجع وإنت هترجع لمستواتك وخصوصا إن أنا كنت يعني عارف مركزك كان إيه في الملعب الناشئين وسط ملعب وسط ملعب مدافع على مهاجم مدافع مدافع مجيبش فلوس المهم قال لي لا أحسن حاجة أنت إيه اتجه بقى للتدريب لأنه كان عندي في تربية العملية لما ابنت لعن نتمرن في المدارس هو برضو كان مشرف علينا الكابتن عبدو يجي لقين الصبحة في المدرسة هو آخر وشغال وعمل وكده قال لك ده رجل إذا رجي اشتغل في التدريب يعني الكابتن عبدو كان عينه عليك إنك بيأهلك في التدريب هو كابتن عبدو صالح الوحش كابتن عبدو صالح الوحش هو اللي وجهني آه للتدريب وإنت بقى شلت الكرة خلاص أنت بيأس لعب تاني حاولت أخش على التحكيم خدت دورة بس قال لي لا خش على التدريب دخلت بقى على التدريب وأنا يعني متضايق شوية المهم دخلت الحمد لله ربنا وفقني ودخلت على التدريب آه مين من المدربين اللي أثاروا في حياتك وإنت ناشئ هو كابتن عبدو صالح الوحش آه وكابتن محمد الجندي رحمة الله علي رحمة الله علي لك علاقات كتير قوة بي وفترات طبعا الله يرحمه وكابتن همامي وكابتن مصفح حسين طبعا طبعا كابتن مصفح حسين ضربني وبقيت معاه يعني في نفس الوقت يعني هو ضربني وانا لعب ثم بقى لما كابتن عبدو قال لي تيجي وتشتغل معك كابتن مصطفى قلتول معك كابتن مصطفى قال لي آه طبعا بقى خايف من كابتن مصطفى ده كان مدربي حبشتغل معاه طبعا عمني طبعا واحتضرني وفهم معاه من ابن معاه ايه وكننا احنا باتنين يا كابتن مصطفى جات بقى حرب 67 وما فيش كرة في مصر نهت عب كرة في مصر كله وما فيش فلوس في الاندية ما فيش فلوس في اي حتى غير الناس اللي هوا اللي هم بيعملوا فاحنا اتمرنا انا وكابتن مصطفى حسين مسكنا النادي من بابه من مدرسة الكرة والنشئين والشباب لغاية 20 سنة لغاية 20 سنة وبعد كده كمان في فترة بقيت مساعد كابتن همامي كان كابتن همامي مدربي الأول وثم مساعد حضورت لانا الفترة دي نجي بعدين كابتن عبد صالح الوحش وبعدين هيدو كوتل المهم كمين احنا في المراحل السنية دي عملنا في الفترة من 69 فلما السنوار رياضية طبعا اتفتحت وانا كنت في الكلية فالكلية دي يقولك لا متخرجش اللي خميس وجمعة ده انا معيد في كل التربية عشان انا مشرف على الطلبة هناك لاني لسه متخرج كوي ده في السنوار رياضية لأ ده انا ونسه في الكلية هناك في الكلية فطبعا هتعوقك هتعوقني فاتفتحت السنوار رياضية فروحت نقلت في السنوار رياضية رئيس قسم الكور وصفت اننا يعني في النادي الاهلي يعني كرمات ودور النادي الاهلي بدأ من هنا بقى نعم اول حاجة اننا في السنوار رياضية ده مدرب في السنوار رياضية يعني انت كنت معيد في كلية التربية الرياضية ايوة واشتغلت في التدريب في النادي الاهلي في النادي الاهلي وبعد كده لقيت دي فاتحت السنوار الرضية، فاروحت السنوار الرياضية بس، النادي الاهلي لو أنا مش في النادي الاهلي مش هاروح النادي الاهلي خيرو علينا كلنا كم تنفٍ mattel V النمازج من اللعيبة الموجودين في السنوار الرضية، في جميع عنديّة مصر بنقئيهم و بنختارهم لن نشغل أساني آيوة آه وبيأكلوا، بيشربوا، وبيناموا ويخرجوا بس على المباريات ويرجعوا من المباريات على السنوار الرياضية الصبح بيتمرنوا قبل الفطار ثم يفطاروا ثم يروحوا دروس انهم يدرسوا دراسة عادية بتاعت السنوي والفصول كاملة وكده ثم ينتقلوا الى بعض الظهر يتمرنوا ثم بالليل يجي لهم المدرسين ويذاكر لهم ثم يناموا دلوقتي اختلف ادخال لا 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 بقى اللي هو ما معهوش مجموع عاوز يخش تتكلمنا نجوم كده اللي كانوا معك في السنوار الرياضية مين ومين؟ يعني رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب نعم من حبيبك دا وانت بتخرجوا من السنوار الرياضية طبعا اكرامي وكان موسفى يونس مهر همام كان عبدالله اسماعيل زمان برضو عندنا في النادي وكان فاروق جعفر والخواجه وغنم السلطان وكان عصام الساقال اباغ من اسكندريا ومجد كامل السكة الحديد وبرين فرحات اه مجد كامل ومجد كامل وعلي كامل اخوه برضو وعلي كامل وجمع علي كامل جي لعب في الاهلي انت عافتت في الفترة دي كنت بيتأثر عليه عشان انا اجي السنوية الرياضية انا كنت في السنوية شبر السنوية فقلتلك لعب خليني بعيد فقل لي لا ما انت هقول لي انت ليه قلتلي خليني بعيد لاني قال لي يعني انا ما اقدرش انام برا بيتنا بالزبط كده فدي كانوا بنايمو في السنوية الرياضية قال لي يعني عايزني انام برا البيت قلت له بس تعال قال لي يعني خمس ايام مش هشوف بيتنا ده الحاجة مش هيوافق فقلتلك لأ هيوافق قال لي بقى الحاجة مش هتوافق شكرا